دعوات للنفير العام والصلاة والرباط في المسجد الأقصى على خلفية اقتحام أكثر من مئة مستوطن يهودي لبحات المسجد من جهة باب المغاربة كان من بينهم طلاب المعاهد الدينية اليهودية استجاب عشرات الألاف من الفلسطينيين بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وقالت وسائل وإعلام إن أكثر من أربعين ألف فلسطيني تمكنوا من أداء صلاة الجمعة داخل أسوار الأقصى فيما أدى المئات من المقدسيين صلاتهم عند باب الأصباط تأكيدا على فرض السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى بمصلياته وساحاته وقبابه كافة واستبق الاحتلال الصلاة بحملة اعتقالات جديدة في المدينة المقدسة طالت تسعة مواطنين من حراس الأقصى في الوقت الذي نشرت فيه دوريات عسكرية رجلة ومحمولة وخيالة في شوارع المدينة المتاخمة للبلدة القديمة وأخرى رجلة في الشوارع والطرقات ونصبت متاريس حديدية على بوابات البلدة القديمة وتأتي هذه الأحداث نتيجة الاعتداء على المصلين واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى حتى استطاع المقدسيون بالتعاون مع دائرة الأوقاف الإسلامية بفتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ 16 عاما